معنا الأستاذ عوض سعيد حارب الكتبي مدير إدارة الخدمات المساندة بلدية مريحة السلام عليك أستاذ عوض وعليكم السلام ومرحبا يا براشد ماذا حالك يا أخوي عوض الله يسلمك يا براشد الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب وإياكم يا الغالي الله يسلمكم تصالبنا لأخ سلطان عبد الله يتكلم عن وجود قراج البلدية أو هذا موضوع قراج البلدية بعد حين أكلمك في موضوع قراج بلدية مريحة وانا ناسي حين سبحان الله يوم قلت ذكرت الموضوع حينه أقول لك على الهواء مباشرة يعني الأخ يقول أنه مسبب روايح ومسبب ازعاج وعمال وهناك مشتر وهناك أسمدة وهناك آليات وكرم كل مجاري وغيره وشعبيتهم اللي قريب من المسائل هاي كلها فهل في حل الموضوع هذا؟ نعم نعم بطال عمرك بخصوص موضوع المتصل الزخم خير عن ملاحظة مماطبي شيك هذا نحن بناء على التوجهات وعلى الملاحظات هذه بالنسبة للقراج هذا منذ ما تلاحظت تصال لعشرين سنة تقريباً وما أكثر وبناء توجهات الحاكم الزخم خير كل شيء يعني يخص يعني العمالة يخص دراجات والمشاتل يتم نغلها في الصناعية والحمد لله تم إصدار خوارط لهن هناك في صناعية مليحة نعم وتم بناء مشتل مليحة وتم نغل عماله ومعداته وسياراته وموجودة حالياً وشقالة الحمد لله المشتل في الصناعية بناء على القراج العمالة الباقي اللي فيها وماذا ما يقلون السيارات تم إن شاء الله إصدارها موجودة خارطة الحمد لله وتم إرسالها لدائرة الأشغال ماذا ما تعرف أنت دائرة الأشغال هي اللي تغوم ببناء سكان العمال في الصناعية والحمد لله تم إرسالهم من خارطة وتم مناغشة يعني مثل ما تقول المخططات تعرف أن تتصدر المخططات من الإشغال عشان يبدوها في البناء عدل نعم أما بالنسبة لهذه يعني مثل ما تقول قراجة قراجة كليم يعني موجود لكن بيزال بعد نعم يزال يزال بناء التوجهات يعني يزال هذا أحمد لله تم إزالة نصر قراجة حين من ناحية المشاتل و متى إن شاء الله بيكون كل المسائل هاي كلها بتوزال متى تقريبا توقع تخلص والله طالعمرك الآن باقي دور بس تواصل مع الأشغال من تواصلين نحن وخاصم خططات بس دورهم بالتنفيذ يعني تنفيذ بناء سكن العمال من يخلص سكن العمال أظن أني خلاص بتنتقلون سكن العمال ينتقلون الحمد لله نصهم انتقلوا يعني من ناحية غسم الزراعة أو سياراتهم ومعداتهم وحتى الشترات انتقلت الحمد لله في قراجة هذه مشكلة صراعية نزاكم الله خير نزين حين هاي الملاحبة الأخ سلطان يزاه الله خير انت جاوبت عليها أنا عندي ملاحبة ثانية حين اللي ذكرتها وأرسلها لي أحد الأخوة المستمعين يزاه الله خير ومارسلين لي إياها صورة الحين عدا ما قدر أطلع لك إياها الصورة لكن بقول لك يقول يقول يا أخوي عوض يقول أنا ييت مليحة وأنا أحيدني في مليحة هذه جزء من الشارجة ويقول أحيدني في الشارجة خاصة في الشارجة صاحب السمو والله يحفظها ما يرضى بالمسميات غير العربية نعم فيقول ييت أول ما دخلت مليحة مصور لي لهذا يقول أول شيء ما صدقت سرت يقول وخذت لي لفه ورديت مرة ثانية ويوم تكتش أنا أصور وأرسل لك يقول لوحة كبرها مكتوب قاراج البلدية مليحة أو قاراج البلدية يقول قاراج هاي كلمة ما بعربية يعني ليش ما تسومون مرآب دوروا لإسم يعني عربي يقول قاراج ما بكلمة عربية شو رايك انت في الموضوع هذا والله الحين طعمك اللي يقول لك هاي ملاحظة هذه كانت المسميات غديمة يعني عرفت وكان اللوحة غديمة نفس ما يقول نفس ما يقول نفس ما قلت كان من 20 سنة تقريبا هاي ما تشوفوا لنزب تشوفوا لحل حتى الخوارض الحين صدرت ليديدة ما يكتبوا لك قاراج البلدية يعني حتى اليوم حتى اليوم يقولك أنا ما نقول لك مسمى قسم الزراعة قسم المشتر 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 مسميات لأن هاي كلمة قاراج كلمة قاراج الأخ اللي يباعد الرسالة يقول ترى هاي كلمة مبع عربية خلط علينا اللغة العربية وللأسف غديمة يسمونها صح نعم هاي اللوحة كانت غديمة حتى موجودة غديمة اللوحة بتشوفوا لحل انتو بتشوفوا لحل ان شاء الله نسمى قطعها على المبنى لدي حتى هاي اللوحة يمكن ان شاء الله نغيرها بعد يزاك الله خير يا أخوي عوض وما قصرت الله يجعل الميزان حسنا ويزاكم الله خير انتو بعد على المحوات واستغبات أشكور أشكور يزاك الله خير نزيل شكرنا الساد عوض سعيد حارب الكتبي مدير إدارة الخدمات المساندة بلدية مريحة أشكور ما قصرت